نرحب بكم على أرض مدن القناة الباسلة وسيناء الحبيبة وشعبها المصر العظيم والذي كان دائماً وابداً مثلاً يحتزى به في الوطنية المصرية الأصيلة وكان خط الدفاع الأول عن الحرية والذود عن الكرامة الوطنية بل هاجر وهجر من منازله لسنين طويلة وتغرب وعانى في سبيل الوطن ودفاعاً عنه حتى تم تحقيق النصر فتحية لشعب مدن القناة وسيناء الحبيبة على تضحياتهم العظيمة من أجل هذا الوطن أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة المشاريع القومية والتنموية التي بدأ تنفيذها بكل الكفاءة والاقتدار على كل شب من أرض مصر الطاهرة لصالح شعبها العظيم ومن خلال خطط تنموية ودراسات جدوة مبنية على أسس علمية سليمة وبهدف إعادة بناء وتطوير الدولة المصرية على أحدث النظم لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء الشعب المصري وترتكز على تحسين حياة الإنسان المصري في جميع المجالات الحياة فإذا تقدم العلم تراجع الجهل وإذا تحسنت الصحة تراجع المرض وإذا خلصت النواية ووذل الجهد مخلصاً لصالح وطن كان النجاح وهكذا تسير مصر الآن على طريق الإصلاح والبناء في جميع المجالات وبنفس النهج نعم يا سيادة الرئيس إننا نمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تراكمات ومشاكل سابقة لم تعالج بالإسلوب العلمي السليم ومع الزيادة السكانية التي تلتهم الغالبية العظمى من موارد الدولة والتي تأثرت بهذه الزيادة ولكن لن يعيد بناء مصر إلا أبنائها وشبابها العظيم ولن يحمي مصر إلا جيشها القوي وشرطتها الفتية وعلينا جميعاً أن نتحمل ونشارك في رفع الحمد والأعباء عن الدولة والحكومة من أجل غد أفضل لنا ولأولادنا ولأحفادنا بل من أجل عودة مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية بالمنطقة فهي تستحق وبكل جدارة هذه الريادة بهذه المنطقة بل في العالم أجمع إنها مصر حضارة السبعة تلاف عام وإنه الشعب المصري الأصيل المكافح المنتصر دائماً بإذن الله شعب 25 يناير و30 يونيو شعب أبي قوي وإننا نقدر هذه الظروف وكذلك نصب كل الثقة في قيادة سياستكم السياسية الحكيمة في الخلوك من عنق الزجاجة والانطلاق إلى أفاق المستقبل الواعد بإذن الله في ظل حيانة بعبئة سليمة وعادلة وقضاء المصريين شامخ وحكومة مصرية رشيدة وها نحن اليوم نحتفل بافتتاح مشروعين تنموهيين تم تنفيذهمها تبقى لتعبئات سياستكم وبواسطة العاملين بهيئة قناة سويس في إطار دورهم المجتمع في خدمة المجتمع المصري وبتصميم وتنفيذ بأياد مصرية مئة بالمئة وهذا أكبر دليل على قدرة المصريين على التحدي والإنجاز المشروع الأول وهو مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية لإنشاء عدد 4000 حوض استزراع سمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني للشعب المصري والتي تم استزراعها بأحدث التقنيات باستخدام مياه هيئة قناة سويس لإنتاج أسماك عائلية الجولة والمشروع الثاني وهو إنشاء كبرى النص المعدني للربط بين مدينة زي بورسعيد وبرفؤاد للتخفيف على الشعب البورسعيدي البطل من معاناة الانتقال اليومي بين المدينتين وبدون أي أعاقة لمرور السفن بالمجرم ملاحي لقناة سويس وكذلك تقليل زمن الربور وتحسين خدمة النقل للبضائع من الشرق الغرب والعكس لصالح الاقتصاد القوم المصري وأيضا في إدارة دور المجتمعي لهاية قناة سويس بالمنطقة قد تم علاج 1470 حالة بيروسي بالإسماعيلية وتم الشفاء التام لعدد 1362 حالة بنسبة شفاء 96% وجاء الإستمرار في القضاء على هذا المرض والتنصيق التام مع وزارة الصحة كما بدأ تنفيذ برنامج العلاق لهذا المرض بواسطة هيئة قناة سويس في مدينة بورسعيد الباسلة للقضاء تماما عليه إن شاء الله وبالتنصيق الكامل مع القيادات النيابية بمدن القناة وسيناء والسيد محافظة بورسعيد ووزارة الصحة المصرية على أن يلي ذلك محافظتي السويس محافظتي شمال وجنوب سيناء إنهم المصريون يا سيادة الرئيس الذين يعملون بكل الجد والاجتهاد لإعادة بناء الدولة المصرية وتحسين إمكاناتها الاقتصادية بالاهتماد على النفس وبأيديهم الطهرة من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء الشعب المصري فسر على بركة الله وأدعو الله عز وجل أن يرعى خطاكم وأن يحمي مصر وشعبها العظيم ومن نصر إلى نصر بإذن الله فالشعب المصري كله مع وخلفك فالجميع يعمل في بوتقة واحدة تنصهر فيها المحبة والوحدة الوطنية والتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل رفعة مصرنا الحبيبة وفقكم الله ورعاكم أنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للسيد الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس اسمح لي يا سيد الرئيس أن أتقدم لسيدكم بالنيابة عن جميع العاملين بهاية قناة السويس بأغلى ما نملك وهو كتاب الله عز وجل لأكون خير حافظا لكم فالله خير حافظا وهو أرحم الرحمن هدية تذكارية مصحف يحتوي خير الكلم يقدمه الفريق مهاب للسيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر